اشتركوا في القناة او صحيح على يعني بجانب اسم الصفحة كما نجدها في بعض او في اغلب الصفحات يعني الكبيرة مثل صفحات الفنانين والمشاهير وصفحات يعني الشركات والى غير ذلك اذا طلب الحصول على هذه الشارع او هذا التوثيق يعني سهل جدا معنى كسوى ان تتوفر او على يعني على بطاقة هوية تثبت انك صاحب هذه الصفحة او انك يعني بطاقة هويتك توافق هذه الصفحة هذه البطاقة الهوية يجب ان تتوفر على اسم التاريخ وما كانت الديان جنسية او المحلوة وكذلك يعني معلومات يعني توافق للمعلومات الموجودة على صفحاتك على الفيسبوك مثلا مثل الاسم او يعني المعلومات الاخرى جوائس والى غير ذلك ثم احبابي في الله يجب ان تركزوا على المعلومات كما اشارنا في الدرس السابق يعني عن طريقة عمل صفحة على فيسبوك فكما اشارنا يجب عليك ان تملأ جميع المعلومات بالطريقة الصحيحة لذلك لكي تحصل على شارع في الفيسبوك اذا احبابي في الله لحصول على هذه الشارع او طلابها مثلا ستجدون الرابط في اسفل التدوينة اذا كنتم في مدونتنا مدونة مجهول معلمات المحترب او اذا كنتم يعني في قناتنا على اليوتيوب يعني تضغطون على الرابط اسفل الفيديو ثم ينقلكم الى التدوينة بعد ذلك يعني تضغطون على اسفل الفيديو في التدوينة ينقلكم الى هذه الصفحة هذه الصفحة هي مكان طلب الشارع التحقق كما تلاحظون احبابي في الله فهذه من شركة فيسبوك يجب ان تفتح الفيسبوك ثم يعني اه تضغط على الرابط حتى تظهر لك هذه الصفحة. اذا احبابي فيلا هنا يعني تحدد اه صفحة التي تريد ان تظهر عليها الشارع. يعني هنا سيظهر لكم يعني ستظهر لك اه صفحات التي تملكها. فمثلا انا ساختار صفحة مجهول معلومات المحترك كما تلاحظ احبابي فيلا. بعد ذلك هنا يعني تحمل بطاقة الهوية. يجب ان تكون صورة واحدة او صورة الى غير ذلك. مثلا انا ساقوم باختيار الصورة التي اشرت اليها قبل قليل او اظهرتها قبل قليل. صورة قمت بانجازها. يعني ليس صورة صخصية هوية خاصة بي ولكن يعني للشرح فقط والاضاحة فقط. مثلا نقوم برفع الصورة نتقي قليلا حتى تتم يعني رفع الصورة. كما تلاحظ ابا فيلا يتم الان يعني رفع الصورة الى هذا الموقع او الى شركة فيسبوك حتى تتحقق من المعلومات الموجودة على بطاقة التعريف والمعلومات موجودة على صفحتك بالفيسبوك. واذا تتطبقت هذه المعلومات فيتم ظهور هذه اه العلامة سا اظهر لكم مثلا العلامة مثلا يعني ساكتب عفوا ساكتب اي صفحة يعني اه رسمية مثلا مثلا احمد حلمي كما طلعت احبابي فيلا. سادخل الى صفحة احمد حلمي اه كما طلعت احبابي فيلا تضيق قليلا على ما يتم رفع هذه الصورة. وسأريكم يعني احبابي فيلا يعني طريقة اه الحصول على او كيف هي هذه الشارة وكيف اه ما هي فائدتها على صفحتنا. اذا اه نتكلم عن فائدة هذه الشارة يعني اه على ما يرفع الصوع. اذا احبابي فيلا تشارة تمكنك من توطيق صفحتك على فيسبوك يعني اي احد يكتب اه اسم او اشارة لاسمك لاسمك في اه في مكان يعني اه البحث فستظهر صفحتك هي الاولى من بين الصفحات الموجودة. مثلا صفحة اه اه احمد حلمي كما تراحل هناك شارة. صفحة ما تحقق منها كما تراحل احبابي فيلا. اذا اه كذلك يعني اه تحصد اعجابات اكتر عند البحث على صفحتك او عند اسم صفحتك. فاي فمثلا اذا كتبت احمد حلمي ستظهر لي مجموعة من الحسابات ومجموعة من الصفحات. لكن هذه الصفحة هي التي ساضغط عليها لايك. لماذا لان هذه الصفحة هي الصفحة الرسمية الخاصة باحمد حلمي وهي موثوق بها. اه احبابي فيلا لظهور هذه الصفحة كما قلنا لكم. اه يجب عليك ملء هذه المعلومات. اذا اخر معلومة هي اضافة موقع. مثلا ساقوم بادافة اه موقع اه التدوينة المدونة الخاصة بنا. عفوا. اه انفو برو دوت بلوك سبوت دوت كو. اذا يجب عليك اضافة موقع الخاص بالصفحة. ثم يعني احبابي فيلا اه ضغط على ارسال. اذا اه اه شكرا لانتصالك بالفيسبوك. ستتلك الرسالة الالكترونية من ما اجاب على طلبك بعد قليل. اذا احبابي فيلا ليس بعد قليل وانما يعني بعد اه من اه يعني اربعة وعشرين ساعة الى اصبوع. فاحبابيلا قد يستيقن الجواب بعد اربعة وعشرين ساعة الى اصبوع. يعني ثم تظهر يعني ثم تظهر تلقائيا هذه اه هذه علامة التحقق. اذا احبابي فيلا اتمنى ان كنا قد افدتكم في هذا الدرس. لا تبخلوا عليه بمشاركة القناة وبزيارة مدونتنا رسمية مدونة مجهول معلومة محترف. دمتم في رعاية الله و الى اللقاء. اشتركوا في القناة